حادثة مهاجمات مشجعي فريق توتنهام في ليون تنطوي وفقا لشهود عيان على عنصرين رئيسيين أولا سمعة مشجعي كرة القدم البريطانية السيئة من ناحية الإفراط في شرب الكحور وتصرفاتهم أثناء مباريات الفرق البريطانية والعنصر الثاني هو أن شارع جويفيار في منطقة ليون القديمة تتركز فيه مجموعة تنتمي لليمين المتطرف تدعى باسم حركة الهوية يقول صحف يعمل في جريدة محلية تم القبض على ثلاثة أشخاص بعد الحادثة وأحدهم ينتمي لحركة الهوية هذا يعني أن هناك دوافع سياسية وراء هذه الأعمال التي لا تمت بسلة لتشجيع كرة القدم بل هي أعمال عنف مدفوعة من حركة يمينية متطرفة بعض أصحاب المحلات في المدينة القديمة أشاروا إلى أن أفراد الحركة يقومون بمهاجمة أصحاب المطاعم الصغيرة من العرب ويقومون بأعمال عنفهم بشكل دائم هم يقولون لنا إنهم سيحموننا وأنهم هنا لحراسة المنطقة ولكنهم يقومون بالعكس فهم دائما يضعون الأقنع على وجوههم وجميع السكان الحي خافون من أفراد حركة الهوية التي تريد أحياء النازية من جديد الجميع هنا يعيش إرهابا بسبب هذه الجماعة وهناك الكثير من الضحايا من أصحاب المحلات كبار السن والنساء والأسر والأطفال والتجار والحرفيين والمهنيين الجميع يعلم أن هذه المنطقة باتت تابعة لمن يطلقون على أنفسهم حركة الهوية يشار إلى أن حادثة الاعتداء على سياح أجانب قد تكون مصدر إحراج كبير للسلطات المحلية التي كانت قد علمت بأمر مهاجمات أعضاء الحركة لصاحب متجار عربي الأصل ولم تتخذ أي إجراءات بحق هؤلاء اشتركوا في القناة